ما يجب أن تكون عليه أولوية التنمية في المنطقة ونحن مقبلون على 2020 لو اخترت مجموعة عناصر مش بس على سبيل التبسيط ولكن الاعتبارات اقتصادية واجتماعية وإنسانية لا يجوز أنه في المنطقة العربية يعاني 18 مليون من سكانها من الفقر المتقع لا يجوز بحكم الموارد وبحكم القدرات وبحكم الإمكانيات 18 مليون دول اللي زادوا عن الرقم اللي كان سابق في سالة 2013 كان حوالي 9 مليون لو بكلم عن الصين في 1.4 مليار إنسان هناك في سالة 2015 كان عدد من يعاني الفقر في المتقع في الصين 58 مليون أنا كنت هناك من حوالي 3 أسابيع وفي اجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزنة قالنا العام القادم 2020 لن يكون هناك فقير واحد في الصين بتعريف الفقر المتقع 58 مليون دول تم إعداد برامج للتعليم والتدريب والرعاية الصحية ودعم السكن وتوفير الغذاء والملابس حتى ده حاجة إضافية اكتهدوا فيها من عندهم بحيث إنه 58 مليون حيختفوا من مؤشرات الفقر المتقع يعني فقرهم هو اللي يختفي بشهم من نفسهم طب خليلين بس أولا نشرح ما هو الفقر المتقع مقارنة بالفقر العادي المسألة مرتبطة بالمؤشرات اللي بتستخدم عن ما يعرف بالمؤشر الحرق للفقر المتقع في اليوم دولار وتسعين سنت يعني أهل من اثنين دولار هو ده الحد الفقر المتقع كل دولة بتكيف هذا الرقم يعني ممكن الرقم يكون أقل من ده المتوسط العالمي في بعض الدول ممكن يكون أقل من هذا وفي دول أخرى بيكون أعلى من ذلك فقدرتك على إنك تنتشي لأعداد الناس من الفقر المتقع هو ده اللي بيبقى فيه اجتهاد في السياسات والموارد يعني عارف ممكن تسألي عن وضع مصر يعني بالمؤشر ده بالمؤشر المصري مش المؤشر العالمي بالمؤشر المصري اللي طلع مؤخرا من جهاز المركز التعبير العام والإحصاء عدد المصريين اللي يقعونه تحت قط الفقر المتقع ستة مليون مواطن تقريبا بمؤشر الخط الفقري العام اللي هو بياخد مؤشرات أعلى بمكونات غذائية وغير غذائية العدد اللي أشير له 32 مليون مواطن 32% 32% وهم تقريبا بالكلم بالضغط بنسب لمية مليون تقريبا فهم نفس العدد تقريبا وهنا طبعا فيه أكثر من اعتبار أول حاجة أنه فيه شجاعة من الجهات الحكومية الرسمية أنها تصرح بهذا الرقم وتظهر زيادته الأمر الآخر أنه هناك أيضا إجراءات بيتم اتخاذها من خلال إجراءات مختلفة للتعامل مع زيادة الفقر ولكن المسألة ليست فقط دعم الدعم ده بيفيد في وقت من الأوقات سواء نقدي غير نقدي أو غير ذلك أو بالمسندة الاجتماعية ولكن الطريقة المثلة اللي شفناها في الصين وفي كوريا وفي سنغافورة وفي بعض الدول حتى في أفريقيا التي نجحت في هذا المجال أنه بيتم فيه استثمار في ثلاثة في رأس المال البشري تعليم وتدريب ورعاية صحية باستثمار في البنية الأساسية بما في ذلك البنية الأساسية التكنولوجية اللي دي بترتقي بفرص الناس في الالتحاق بفرص العمل والحصول على دخول مناسبة والاستثمار الثالث هو استثمار في التوقي من استضامات ده بتدخل جواب كل نظم الضمان الاجتماعي والمسندة والمساعدة وما يمكن أن تقدموا الدولة من أماية يعني هناك أمل في الفترة القادمة باتخاذ مجموعة من السياسات في دول نجحت فعلا في القضاء على الفقر في تخفيض نسبة الفقر أنا رجبت الدولة الأكبر نجاحا على مستوى العالم والأكبر في عدد السكان الصين كان عدد من يعانون الفقر بكفة بقى مستوياته كانوا 850 مليون مواطن 850 مليون مواطن على مدار التلاتين سنة اللي فاتوا قدروا ينتشلوا كل هؤلاء من فخ الفقر ما فضلش من عندهم غير الرقم اللي قلت لحضرتك 58 مليون باستثمارات برعاية بعناية وصل لهذا الرقم اشتركوا في القناة